ومعنا من أربيل مراسل يو تي في مشرق المنصور أهلا بك مشرق مشرق كيف تلقت أربيل نتائج الانتخابات نعم أن لا تغيير بين النتائج الأولية والنتائج النهائية هو كما متوقع من قبل الخبراء الانتخابيين ومن قبل الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات هي وكوادرها ومراقبيها وخبراءها يتوقعون أن النتائج النهائية مشابهة للنتائج الأولية طبعا أعلنت النتائج النهائية اليوم وهي نتائج قابلة للطعن المفوضية أمهلة الكتل والأحزاب السياسية التي لديها طعون ثلاثة أيام لتقديم طعونها واحتراضاتها بعد ذلك القضاء ينظر في هذه الطعون إن وجدت وبعد البت في كافة الطعون يصادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على هذه النتائج فورا ودون تأخير بعد المصادقة النهائية تنتهي العملية الانتخابية في إقليم كردستان وينتهي دور المفوضية ليصار إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان السادس لإقليم كردستان وطبعا تعقد هذا البرلمان الجديد بمرسوم قليمي مرسوم رئاسي من رئيس إقليم كردستان نيجر فان بارزاني يدعو إلى الجلسة الأولى لانعقاد الجلسة الأولى وتكون برئاسة الأكبر سنا وبعد ذلك ينتخب بالأغلبية البسيطة بأغلبية الخمسين زائد واحد رئيس برلمان جديد البرلمان السادس لإقليم كردستان ثم بعد طبعا يدعو الرئيس خلال عشرة أيام لانعقاد الجلسة الأولى وان لم يدعو فتلقائيا بعد عشرة أيام يعقد البرلمان جلسته الأولى ليختار رئيس برلمان جديد بأغلبية بسيطة خمسين زائد واحد ثم يصار لانتخاب رئيس جديد لإقليم كردستان ولكن يتطلب أغلبية الثلثين ثلثي البرلمان الجديد يجب أن يصوت على الرئيس الجديد لاختيار رئيس جديد وبعد في حال حصول المرشحين أو أحد المرشحين على أغلبية الثلثين يكون رئيسا جديدا لإقليم كردستان هذا الرئيس يكلف مرشح الكتلة الأكبر وهي كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أن اليوم النتائج النهائية لا زال الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمتع بصدارة الأحزاب بواقع تقريبا 40 مقعدا تحديدا 39 مقعدا لكن ربما بعد احتساب مقاعد الكوتا سيرتفع إلى 40 أو 41 مقعدا وبالتالي هو الكتلة الأكبر حتى الآن فيقوم الرئيس الجديد بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني في جميع مدن الإقليم بـ 39 مقعدا لكن برأيك هل هناك أحزاب أخرى مرشح للتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مجل الأغلبية وتشكيل الحكومة وهل هو راضي عن هذه النتيجة؟ من ناحية الرضا نعم هم لا زالوا متصدرين ولا يمكن تشكيل أي حكومة بدون الحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب الديمقراطي الكردستاني لا زال رقما صعبا في إقليم كردستان طبعا لا يمكن بأي حال تشكيل حكومة بدون تحالفات وقد أعلن الحزب الديمقراطي وهو الفائز ذلك صراحة جميع الأحزاب تحتاج إلى تحالفات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة ولكن كونه صاحب الكتلة الأكبر فعلى الأكيد أنه سوف يبادر إلى الفتح باب التفاوضات مع باقي الأحزاب والمرشح الساخن للتفاوض هو الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني للتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة وستكون برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني وصرح الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى لسان أكثر من عضو فيه بالإضافة لقيادات في هذا الحزب أن باب التفاوض مفتوح للجميع ولا خط أحمر على أي حزب فائز في الانتخابات على الأكيد أن الحكومة ستكون حكومة اتلافية نعم يعني حكومة التحالفات لأنه لا يوجد فائز صريح لا يوجد حزب أخذ الأغلبية نعم أود أن نشكرك جزيلا شكر مراسل يو تي في أربيل مشرق المصور كنت معنا من أربيل